بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أبارك للمسلمين جميعا وأحرار العالم ذكرى ميلاد مولى الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هذا الإمام الذي حكم العقل بأنه أعظم خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وحكم العقل بأنه أحق بمناصب النبي صلى الله عليه وآله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بمعيار أن الأعرف بالمبدأ أحق به فعلي هو أعلم الناس بمراد الله بعد رسول الله وهو أشجع الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وهو أعرف الناس بما ينفع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبطبيعة الحال أن الأعرف بالشيء هو الأحق به إذن العقل يحكم بأن أمير المومني عليه السلام هو الشخص الثاني في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه بحكم أنه الأفضل بعد النبي بما حباه الله من هذه الامتياز زيادة ولذلك نحن نفتخر أننا ننتسب إليه وأننا من الذين يعشقون خطة وإن شاء الله نسعى إلى أن نكون من السائرين والثابتين على مبادئه صلى الله عليه أمير المؤمنين من الله به على الأمة وقد جعله الله آية ورمزا للحق فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه علي مع الحق والحق مع علي وقد حباه الله بخصوصيات ومن هذه الخصوصيات أنه كانت ولادته في بيت الله في جوف الكعبة ولدته أمه سلام الله عليهم جميعا حيث كانت الولادة وبشهادة كثير من المؤرخين والصحابة ينقلون ذلك ومن الفريقين جميعا أنه ولد في جوف الكعبة ولم يولد أحد قبله ولا بعده والولادة كانت بأن شق لها الجدار رضوان الله وسلام الله عليها أم أمير المؤمنين التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسميها أمي شق لها الجدار من جهة الجهة اليمانية الاتجاه اليماني شق لها الجدار ودخلت بالبيت ولم يتمكن أحد من فتحه حتى ولد علي عليه السلام وخرجت تحمل وليدها وتقول لأبي طالب يا أبا طالب سميه علي هذه الخصوصية كانت لأمير المؤمنين وشق الجدار لأنه فيه رسالة واضحة أن الله أراد لها أن تلد في بيت الله فلو كانت قد دخلت من البيت وصادف وجودها في البيت وقد أنجبت تكون لا خصوصية للولادة لأنه كما أن يكون هناك امرأة حبلة في شهرها الأخير صادف وجودها في المسجد وجاءها المخى لكن أن يشق لها الجدار يعني الله يدعوها إليه ألا أن تلد في هذا المكان لخصوصية هذا المولود العظيم الذي هو ميزان للحق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك أيها الأحبة يا من تنتسبون لعلي نهجا وفكرا ونسبا علينا مسؤولية كبيرة أيها الإخوة والأخوات وهي أن نختدي به سلام الله عليه في هديه وفي سيرته وفي نهجه وهذا صعب وهو القائل عليه السلام إنكم لن تستطيعوا على ذلك ما تستطيعون ولكن أعينوني بورع واشتهاد وعفة وسدات لماذا لا نستطيع لأن علي بلغ أقصى ما يبلغه الإنسان من مجد وعظمة أعلى ما يمكن أن يبلغه الإنسان والمخلوق من مجد وعظمة بعد عظمة خاتم النبوة صلى الله عليه وآله بطبيعة الحال كل ما عند أمير المؤمنين هو من رسول الله كل ما عنده من فضائل هو من النبي صلى الله عليه وآله مرتبطا برسول الله هو منبع الفيض الأكبر ولكن علي بلغ المجد ذروته وسنامة هذا الرجل قدر له خصوصيات لم تتفق لأحد غيره لاحظوا معي أيها الإخوة والأخوات المسيح بن مريم عليه السلام على نبينا وعليه السلام قد عبده الناس من دون الله والدعية في حقه البنوة لله لأنه لم يولد من أب لم يكن له أب فقال هو ابن الله إذن ولذلك عبدوه بعد أن رفعه الله إليه المسيح لم يشاهد أحدا يعبده في حياته أو يقول في حقه أنه إله أو ابن الإله ولكن بعد حادثة الصلب المفتعلة والرفع كما يذكره الإسلام الدعية في حقه كما في مؤتمر بانيقيا سنة 325 للميلاد اتفقوا على أن يجعلونه إلها أو هو ابن الإله بعد ثلاثة قرون من مولد السيد المسيح بمعيار أنه لم يكن له أب لكن هذا العظيم أمير المؤمنين الغريب فيما اتفق له أنه عبده الناس والدعية له الألوهية من قبل البعض في حياته ولقد رأى أناسا يعبدونه فعاقبهم صلى الله عليه وأجرى عليهم العقاب ورفض هذه الحالة الكفرية ولكنهم عبدوه في حياته والدعية في حقه الألوهية لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يفلسفوا أو يشرحوا هذه العظمة وصلت الحال بهم أنهم يذهبون إلى أنه للألوهية إلى ألوهيته طبعا هذا خطر وهذه مشكلة كبيرة ومن واجهها بالعقاب ولكن هذه نوع مزية اتفقت لهذا العبد الصالح لهذا الرجل العظيم لا يمكن أن يدعى لأحد هكذا دعوة لم يكن هناك فيه خصوصيات عظيمة أبهرت العقول هذا هو أمير المؤمنين في مجده وعظمته مع أن له أب معروف ومع ذلك الدعية له الأبوه الدعية له الإلوهية مع أن أبوته معروفة أبوه من أبو طالب هذا يكشف لنا عن سر أمير المؤمنين في مجده وعلاه أمير المؤمنين الذي وصل مجده إلى أنه يقف على منبر الكوفة ويقول سلوني قبل أن تفقدوني كان مستطيع أن يجيب على أي مسألة وأي سؤال يخلد في ذهن الناس والإنسان ومع ذلك للأسف كثير من الأمة جفته وتركته وحيدا في حياته كان يعاني الغربة وكان يشكو إلى الله ألمه من هذه الأمة لأن الأمة للأسف لم تعرف له قدرا على أن هناك مصابيح من نور من الصحابة والتابعين وبعض الشخصيات كانوا يعرفون مجده وكانوا يعرفون فضله لكن الطابع العام للأسف نتيجة الأهواء وحب الأنا كانت تبتعد عن علي لأنها تكره الحق والحق ثقيل على بعض الناس وإلا كثير من الناس كانوا يعطون النصف من أنفسهم وينصفون أمير المؤمنين دخل عليه أحد الصحابة في يوم خلافته الرشيدة دخل عليه وقال والله يا أمير المؤمنين ما زانتك الخلافة بل أنت الذي زنتها أنت الذي أعطيتها رونق أنت ما تزينت به هي التي تتزينت بك هو نعم هو الذي أضاف لها رونقا ومجدا لأن أمير المؤمنين مجده عظيم إذن هذا هو أمير المؤمنين وهذه عظمته وعندما نحتفل بمولده نحن نحتفل بكل القيم بكل الروحانية بكل القرب الإلهي بكل منبع خير وحق وفضيلة نحن نحتفل بها لأنها تتجسد في شخصية أمير المؤمنين السلام الله عليه الذي للأسف كثير من الناس إلى الآن يغمطه في حقه ويستكثرون عليه مجده رحم الله الإمام الخميني ينقل عنا ولده سيد أحمد الخميني في كتاب من قصص من حياة الإمام الخميني يذكر يقول بعد أن نزلنا إلى طهران بعد فراق وغيبة وإبعاد عن إيران أكثر من 14 سنة يقول نزلنا في المطار وكان استقبال ملاييني حاشد كبير للسيد في المطار الإحصائيات تنقل في المجلات في ذاك الزمانة قريب سبعة مليون إنسان استقبلوا السيد يقول لما ركبنا السيارة سيد أحمد الخميني ينقل يقول لما ركبنا السيارة ذاهبين إلى مقبرة الزهراء ليلقي خطاب السيارة الخميني خطاب المهم في مقبرة الشهداء يقول في الطريق والناس مزدحمون على السيارة وكادوا أن يرفعونها بأيديهم لشدة الزحام يقول رأيت والدي وقد غرورقت عيناه بالدموع وشفت السيارة الخميني بدأ تسيل دموع يبكي قلت سيدنا هذه دموع الفرح أنت فرحان لأنك عدت قال لا يا بني هذه دموع الحزن قلت لماذا الحزن يا والدي قال ذكرت أمير المؤمنين عليه السلام كم كان وحيدا لو كان قد اجتمع له بمثل هذه الجموع لكان قد غير الدنيا يقول أنا في هذه الجموع أغير إيران ولكن عليا لو كان عنده هكذا اجتمع له هكذا جمع لكان لاستطاع أن يغير الدنيا ولكن للأسف الأم لم تعرف له قدرة يبكي على غربة أميرهم وفعلا العظماء كثير منهم غرباء فأمير المؤمنين كان يعيش الغربة والوحدة على ما حباه الله من عظمه ومجد لا يبارى ولا يجارى إذن الرجل بلغ أعلى ذروة سنام المجد في عدالته في زهده في شجاعته في علمه في تقواه في تمسكه بمبادئ التي تربي عليها لا شك ولا ريب أصبح رمزا للفضيلة ليس فقط للمسلمين بل وجدنا أناس أصحاب عقول ليرة تنصهر في حب أمير المبنين وتتأثر وتنسجم مع هذه السيرة العطرة لأن علي ليس ملك فقط للمسلمين بل هو تراث إنساني ولذلك تجد كثير من الذين عندهم ولو ذرت إنصاف يعرفون له مجدا ويعرفون له قدرا هناك الآن في الأخبار نسمع أن باب الفاتيكان ينوي زيارة العراق والذهاب إلى النجف النجف مأوى أمير المؤمنين النجف فيها جسد أمير المؤمنين سلام الله عليه مدفن علي عليه السلام ويذهب إلى زيارة مرجع الطائفة سمحت السيد السستاني حفظه الله في النجف الأشرف وهذا مجد لا شك ولا ريب ينبع على أنهم يقدرون هذه البقعة المباركة وهذه الشخصية الفذة وهذا المرجع العظيم الذي هو في خط علي ويمثل امتدادا لأمير المؤمنين ومدرسة أمير المؤمنين على أننا نعتقد أن مراجعنا كالسيد حفظه الله سيد السستاني هو ممثل المسيح حقيقة في زهده في تواضعه في رقيه الله يحفظ أحد العلماء من أهل السنة والجماعة يقول علماء الشيعة أقرب سمتا بالصحابة صحابة رسول لماذا؟ قال لأنهم تجدهم ترابيين متواضعين جالسين في بيوت بسيطة في مساكن بسيطة معيشتهم بسيطة المسيح هكذا كان يقول أمير المؤمنين في حقه أمير المسيح عليه السلام يقول لم تكن له زوجة تشغله ولا مال يلفته ولا ولد يفتنه دابته رجلاه وخادمه يداه يلتحف التراب ويفترش التراب ويلتحف السماء بهكذا موازين كان ترابي اليوم إذا أريد انقارن بين البابا ومرجع الشيعة الإمام السستاني من هو الأقرب سمتا بالسيد المسيح السيد السستاني في تواضع في زهد في تقشف ولذلك أنا على يقين أن هذا البابا سوف يذهب للسيد سوف ينبهر ويستغرب لشدة هذا التواضع الذي يسكن فيه هذا الزعيم الروحاني العظيم والحال أن البابا يعيش في قصور العاج والذهب وبروتوكولات وطائرات مذهبة وفرد وضعية جدا كبيرة من الأقرب سمتا بالمسيح من الذي يمثل المسيح عيسى بن مهر ينفي زهده ودله وحياته وترابيته مراجعنا صدقوني ولذلك لا تنبهروا بهذه الزيارة الكبيرة وأعرفوا قيمة من عندنا يعني يحزنني حقيقة أنه كثير من الناس لا يعرف قيمة مراجعنا لا يعرف قيمة هؤلاء الأفذاذ الأبرار نجوم الأرض الذين يتعب سبعين وثمانين سنة وتسعين سنة حتى يربي نفسه في خاطر أتذكر أحد العلماء يمدح سيد الخميني في ثنايا مدحه ويشيد به سيد الخميني بعدما انتهى ذاك الخطيب الشيخ المشكين بعدما انتهى من خطبته قال له يا شيخ سيد الخميني يا شيخ أنا أحتب عليك شين هاي العبارات تذكرها في حقي انت فقط ادعو لي أن أكون إنسانا ادعو أن أصير إنسان ادعو لي أن أكون إنسان شوف شو هاي الترابية اللي عندهم علماء الخلاقيات هذه هذه روحوا علي الآن لذا تخليها بموازين الشيعة أهل البيت مراجع الشيعة لأهل البيت علماء الإسلام بهذه الميزان هم الذين هم أقرب سمتا لعيسى بن ماريا هم الملثلون المسيحة ولذلك عندما تأتي الرواية تقول إذا خرج المهدية عليه السلام صلى خلفه عيسى بن ماريا صلى خلفه المسيح لماذا؟ لأنهم هم امتداد حقيقي لتراث الأنبياء في زهدهم في تواضحهم ولذلك أيها الأحبة نحن نعتز بهذه الزيارة كشخصية عالمية هو مرجع روحي أب روحي قائد روحي إلى أكثر من مليار كاثوليكي في العالم أن يأتي ويزور هي زيارة حسب الظهر الأولى بالتاريخ أن يأتي ويذهب إلى النجف ويزور مرجع الطائفة ومرجع الإسلام هذا يفتشي يعتز به ولكن علينا أن نعتز أكثر بمراجعنا بعلمائنا الذين هم فعلا يمثلون تراث الأنبياء هذا السيد اللي قاعد في النجف اللي عمره الآن ابن المئة عمره ثلاثة تسعين سنة سيد علي السستاني الله يطول عمره هو ممثل عيسى بن مريم أكثر من البابا لأنه في زهده وتواضعه وابتعاد عن مظاهر الحياة الدنيا هو يمثل المسيح عيسى بن مريم أكثر من ما يمثل البابا خلنا نعتز بعلمان لنعرف قدرهم كثير من الناس للأسف أيها الأحبة لا يعرف لهم قدر في حياتهم بعد ما يموت ونظر الإنسان يبكي عليهم ويذكر فضائلهم لماذا لا نعتز بهم في حياتهم والله يطول أعمارهم هؤلاء ذخيرة هؤلاء ذخيرة للإسلام حصون للأمة ينقذوننا من كثير من المشاكل والمحاة ولذلك أنا أؤكد على هذه المسألة أن نعتز بأخلاقياتنا أن نعتز بقيمنا وبالرموزنا العظيمة التي صعب أن يجود الزمان بمثلها حقيقة يعني من الحيف أن نجد أنه الآخرين يعرفون قدرهم أكثر ما أبناء شعبهم وأبناء جلدتهم وأبناء ملتهم ولذلك إن شاء الله تعالى أدعو الله سبحانه وتعالى مخلصا أن يبارك للجميع في هذه الأيام المباركة في شهر رجب ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام وأن يعز الله الإسلام والمسلمين بوجود هكذا شخصيات ونماذج يحتذا بها ويفتخر بها كما يوجد عندنا من العلماء والمراجع الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم ظلهم وأن يحفظ المسلمين جميعا في أقصاع الأرض إنه أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر